هذا هو جوهر الله إزادة يعني لأنه ده كله مربوط بكثير جدا من القضايا يعني فهو طرح قضية مهمة جدا ودي عملت مشكلة كبيرة جدا في بعض المفاهيم بزاعة مفاهيم القحاتة ذلك لأنه ما بيفهموا كده فدي أنا هتناول إن شاء الله لكن قبل يدار أتكلم عن القضية بتاعة القوانين بتاعة الطفل وإنه فيه هم قالوا المجلس الأعلى للطفولة والمهم حاية كده الواجهات بتاعة الشويعين لل ومشويعين للما دائما ما بيجوا دقليل بيمشوا يمسكوا في الواجهات كده ويجوا فهما الآن يتكلم عن قانون أنا سمعت قالوا وزارة العدل نفته لكن هو القانون طبعا أجازوا المجلس ورفعوا لوزارة العدل فهما دائما القحات ذلك لأي حاجة ينفوها أنت يتأكد إنه لكن هو الواقع أنا أتكلم عن الواقع والشواهد القدام لأنه البرنامج ده برنامج طويل جدا وبرنامج حقيقة الهدف منه هو الاستهداف للأسرة تكلمنا عنه قبل كده لكن هل مسألة إنه تصل الجرأة إنه هما يتكلموا إنه والله الحرية العقيدة للطفل وإنه الطفل ده أبو ما يهبشوا ما يدقوا كده والكلامنا طبعا طوالي مربوط ببعض الإجراءات يعني هما قفلوا عدد من المدارس القرآنية أنا زي ما علمت إنه في مدارس اسمها مدارس تاج الحافظين ده منهجة كله منهجة قائمة على الحفظ وكده اتقفلت أنا علمت إنها تقفلت فما عارف الصح حق هذا استهداف لي عدد كبير جدا من الخلاوي وكده بحجة إنه والله الخلاوي ده الأطفال فيها بيتعذبوا بيتضربوا وكده فهي نفس الوقت الأطفال ده ما بنضربوا في المدارس فهي القضية ليست التجويد ولا أنك تدار تحافظ على بيئة الخلوة القضية إنه فيه استهداف واضح والاستهداف ذا البرنامج اللي يعمل فيه نصر الدين والبيعمل فيه ناس مفراح والبيعمل فيه ديل ده هو برنامج غربي أصلا ده دل أرشيتة بتاعت الغرب اللهم جابوهم أول فاتورة اللهم قاعدين لأجلها الحكومة اللي طاشة شبكة أصلا ما عندها أي شيء فهما عندهم برنامج عشان يستهدف الأسرة عشان يبدأ يستهداف الطفل يبدأ بقضية إنه والله يا أخي أنت طفلك ذاته ما تعلمه وتخليه حر يعني يختار عنده خياراته الدينية وخياراته الجنسية طبعا هي ما خيارات الدينية بس هي على خيارات جنسية ذاتها يعني طفلك ذاته هو صغير عنده خيارات إنه ممكن يبقى مرة ولا راجل حتى هو ذاته لو راجل دار يبقى مرة ما هو نحنا قاعدين في الغرب وشايفين البرنامج دا قدامنا يعني نحنا شايفينه قدامنا يعني شايفيني إنه الآن أصبحت القضية دي مدعوة في الغرب هنا في الأسر وبشجوا عليها وأصبحت عندها برامج وأصبحت عندها مسلسلات وأصبحت عندها أفلام وأصبحت عندها أصبحت عندها جمعيات والدول بتنفق عليها يعني إنه الأطفال دين من صغير يوجهوهم إنه يمشوا في الإطار بتاع إنه والله إطار وده هم بفتكروه جزء من الحرية حتى سنلوه قوانين يعني قوانين تجرم الأب في البيت وكده ده في الغرب هنا طبعا إنك ما تتعامل مع طفلك إنك ما تتخليه هو حر تشكل القنوات الإعلامية والقنوات الفضائية لأن هم دي ما عندهم دين بالبساطة إنه لأنه ده الغربي ده هو قائم على النظام علماني ما بيؤمن بقضية الدين ولا عنده قضية الروح ولا الآخرة ولا كده فإنت الآن ديل القاعدين ديل ديل أصلاً جابون عشان ينفزوا البرنامج دا اللي هو برنامج تغيير هوية المجتمع وتغيير دينه تغيير ثقافته تغيير عقيدته والمسألة التي تبدأ زي ما بقوله هي خطوات step by step يعني إنت الليلة لما تجي تتكلم عن قانون للطفل إنت تتكلم عن قانون للطفل يستمت من روح الدين ده الأصل كده يعني إنك إذا شايف إنه الخلاوي دي فيها تجاوزات والضرب للأطفال وكده إنت طوالي تمشي تقنن وضع الخلاوي تقنن إنك تعيد بناء وتهيل الخلاوي تعيد بناء وتهيل المساجد بتأوي الأطفال ديل إنك تضع قوانين تدعم الأطفال في قضية الدين وفي قضية العقيدة وكده لكن الهدف ليس ليس دا الهدف الأساسي من الكلام دا كله إنه ده برنامج ماشي لتدمير الأسرة السودانية بدأ بالأب بدأت تذكروا الحملة الشرسة التي كانت على الأبوة وجاءوا لهم كم واحدة ساقطة كده وحاولوا يصير بها كم مصهر كده أنا شايف ناس يتعاطفوا معا أنا ما نظر الله بالنظر بتاعة التعاطف إنه والله هي عملت لوحة ولا ما عملت لوحة ولا بكت ولا ما بكت أي قد يكون في زول يتنمر عليها وكذا لكن ما القضية هي القضية إنه دارين يصرفوا الناس عن الأنظار وإنه دارين يجرواك حول بيت عندها لوحة بمئتين دولار واتباعت ومااتباعد ما هي أنت لم تتعاطفة مع الناس اللي بموتوا في شوارع كسلة والناس اللي بموتوا في بورسودان كان يتنمر ولا حصلت لها إشكالية لكن ده برنامج سيجن به الشارع العام ودارين يخدعوا به الشارع استخدروا فيه آليات الإعلام وكذا في إنه والله يصرفوا الناس عن قضايا جوهرية آية البتة اللي تتنمر عليها والبت بيع اللوحات والفن وكذا ده كلام غلط لكن ده ما القضية الأساسية إذا انت الليلة مالي البلد كلها والتايم لاين كله مالي إنه والله في بيت بكت وفي بيت لأنه لوحة بمئتين دولار ودار الناس يتعاطفوا معه إنت ليه بذات الآليات ما وجهت القضايا دي لقضايا بتاعتين والله الآن في ناس بيموتوا في كسلا في ناس بيموتوا في بورسودان في قضايا بتاعتين في لات أمني في قلب الخرطون في قضايا كثيرة جدا ليه إنت ما وجهت لها الإعلام فهو الانتقاء ذاته الانتقاء وتوجيه الإعلام وتوجيه السوشال ميديا لأنها لأنها في زول بيقول لي ما في صوت أنا ما بعرف الصوت يمكن الصوت يكون عندك أنت ما في لكن فيما أظن أن الصوت كويس فأخوانا الصوت كويس صح لأنه شايف زول بيقول ما في صوت فهي انت كونت توجيه الإعلام وتوجيه الوسائل بتاعت الإعلام إنها تتبنى قضية بتاعتبيت وهي ذاتها في النهاية أنا اللي بخليه أنه عدم المصداق لأنها في النهاية هي منظومة محددة هي المنظومة دي منظومة اليساريين دي أنا بالنسبة لي منظومة اليساريين دي ما فيها زوال صالح حصا هي كل منظومة جاية لهدم القيم وهدم الأخلاق إذا طلع منا زول هنا إذا طلع زول منا هنا ولا بك زول هنا هو هدف لإستعطاف الشارع ولذلك الناس حقوا يفهم المجتمع حقوا يفهم إنه البرنامج اللي بعمل فيه نصر الدين عبدالباردة ده برنامج لتهويد المجتمع والأسر لأنه ببساطة جدا أنا قاعد أقول للناس يا أخي أمشوا 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 شوفوا أمشوا شوفوا الناس الآن بيكتبوا تاريخ البلد ودارين يعيدوا سياقة القوانين بتاعت البلد أرجعوا كذا شوفوا الباكدراون حقهم أمشوا شوفوا كذا شوفوا تاريخهم هم منه وتربوا وين وجوين هم أصلا منه دي انت لو دارت عرف الجوهر لأن البرنامج ده الآن أعدل له في ناس يعني هم جابوهن بصفة محددة تم اختيارهم اختيار محدد وبوظيفة محددة والبرنامج ده هم رجعوا لخلفياتنا الورع يعني زول مشى أمريكا تنصر خل دينه عشان يطلب لجوه وده الكلام كانت يتكلم عنه تراجي مصطفى بأدلة ويتكلم عنه ناس كتار جدا إنه زول كان في يوم من الأيام مسلم مشى عشان يطلب اللجوه لأنه اللجوه عنده شروط وفشل في حق اللجوه في النهاية قال أنا زول خليت الدين وكذا وطلعت من الإسلام وكذا فده عنده حق على الإسلام وحق على الأسرة والآن المشروع الماشي ده تفكيك الأسرة انت عشان تنتهي من المجتمع ده لبنة لبنة وأقوى لبنة في حلقات المجتمع هي الأسرة حصل هجم للأب استهداف للأب استهداف للبنات قضية سماح ولا قضية البتة الإحسان وبعد ذلك المشو قضايا البنات وأبو حنف ججاب منهج جديد إنه البت تطلع وإنه تمشي تزوج بره أهلها وكذا القضايا الأسيرة دي كانت هي بداية لتفكيك الأسرة مسكوا الأب مسكوا البتة القاصر الآن جا بيتكلموا عن الأطفال وده برنامج ماشي الآن هما قال نحن عدينا القانون وسندفع بيهو لمجلس لمجلس الوزراء عشان يجيزوه لأنه مجلس الوزراء ذاته ما بيدوا شي هما ما بيدوا شي هما دي العمالة الآن ماشيين باحتبار إنه والله نحن عدنا لأحضان الغرب ورجعنا عشان نمشي والآن أنت زال دولة ضعيفة ودولة مهترئة ودولة متزئة ودولة لعندها سيادة ولعندها قرار وطني بمرروا فيك الدارين وكله ولذلك الآن الاستهداف للأطفال دا نحن الطفل دا ندقه ليه ما ندقه إنت ضد السنة يعني ما ضرب الأطفال دا ما واجب يعني إنت طفلك دا لازم تضربوا يعني عشان يتعلم برضه يعني وده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يعني ضربوهم في علموهم الله في سبع وضربوهم في عشرة يعني هو الضرب مش إنك أنت تضرب طفلك بمعنى إنه الضرب زي الناس بيفهموا الآية في صورة النساء والتي تخافون نشوزهن فاعزوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن في ناس بيفهموا إنه الضرب بتاع النساء أنت شليقوا أمكاس كده والدق المرأة وبتاع لا الضرب هنا منقصد به مش الضرب الله وإنما منقصد به هنا التأنيب والفقه قالوا إنك تضرب زيادة بيعود بتاع مسواك كده ضرب هنا حتى هناك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد حتى الجلد ذاته وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الهدف مش الجلد هو الجلد المبرع لكن الهدف من الجلد العقوبة بتاع acceptance جلد مش المبرع وإنما إنه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ال까 تبقى بعد ذلك وسمة عار في جبين الله الى اعشان الزاني الزاني LLC الى الزاني��다lichen ما يزني هذه القضية مش قضية إنك تدق كده وتنتهي منه لا القضية ما قضيت كده يا أخوانا فنحن الدين خدت لنا أسس ما إنت أسك نحن الطفل ده لازم تستخدم معه الترغيب والترهيب ودي عشان كده الرسول صح سلام قالها إنك تعلموا الصلكيف قبل ما تضربوا تعلموا الصلكيف وهو دي واحدة من الإشكاليات طبعا وما واحدة من الإشكاليات المسلمين دين الآن نحن بنصلي لأنه قم نلقينا هل نفصله لكن ما نعرف زاته معنا الصلج نوع دي واحدة من الإشكاليات طبعا لأن الدين ذاته فيه نحن فهمنا للدين ذاته فيه إشكاليات قبيرة جدا الصلاة الآن جيب الناس دي كلهم أغلب الناس اللي يسمعوني بصله كده لكن ما بعرفه معنا الصلاة شنو لأن الواحد قام لي قابو بصلي وامو بصلي وخلاص مشى حتى لو الواحد جاء لم تدركه الصلاة مع الإمام غيب رقعة ولا رقعتين ما بعرف استدراكاته ما بعرف والله ما بعرف أنا مرات كده بعائل الناس في المسجد بيجي بكون الإمام فاته في الصلاة والذاته المغرب دي مرات بالدربك ودربك الشديدة جدا يعني نحن عندنا الإشكاليات طبعا دي إشكاليات كبيرة جدا لكن تعالج في إطار محتاجة معالجة نحن بنقوله إنه والله عندنا إشكاليات كبيرة جدا ولذلك عشان كده التاجر تلقاه بيشتغل في السوق وبصلي لكن بيغش التاجر ذاته تلقى بصلي وبيغش الأستاذ تلقاه بيصلي وجاري الصلاة لكن بيغش الحاكم ذاته المسؤول السياسي بيصلي وبيغش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والممكن ولذكر الله أكبر الله يعلم لا تصنعون الصلاة ذاته هؤلاء الزول بيصلي ليه؟ إذا الزول بيصليوا بيطلع من المسجد بيمشي الدكان بيغش طوالي بيمشي بيغش الزول بيطلع من الصلاة وبيمشي عملوا بيسرك يبقى لأنه في إشكاليات وما فيهم الصلاة أو تلقى الناس ساعد عرفة كل سنة بيقيفوا 2 مليون حاج قرابة الكام يدعو اللهم انصر الإسلام اللهم انصر المسلمين لكن كل يوم المسلمين ماشين داوا انتحين لا فيه نصر يتحقق ولا لأنه فيه عوامل للنصر فيه عوامل للنصر فيه قضايا جوهرية إذا نحنا ذاتنا الدين دا نحنا إننا فيه إشكاليات طبعا لكن دواعنا وانتج تتكلم عنه بيصهروا لك كوان ناس تانين هناك في الصيدة الآخر اللي بيقول لك ماتها بش الدين والدين دوا ما بجددوه طبعا قضية التجديل ذاتا لاننا فيه عشكاليات كثيرة جدا فالاستهداف الآن استهداف لقضية الطفل وقضية الأسرة دي الناس حقه يجيفه عنده والبتكلم عن الفحص بتاع الدي انا هو كويس جدا أنا أسأل إنه الفحص دا أنا واحد من الناس أجعو إنه الفحص دا يبدأ بالناس الحاكمين دا ما معي أعملوا للناس الفحصين دا الحاكمين البلد دا عملونا الفحص عشان تعرفوا هم ممنوزة دا ما تعملون للأطفال الصغار دا هاي طبعا دي فيها اشكاليات عشان تجبان نسبوا كده دي محتاجة لشغل كثير جدا طبعا في المستقبل كده لكن أنا متأكد لو بديتوا بيحمدوك و بديتوا بالناس الحاكمين البلد عملتوا لنا الفحص عشان تعرفوا أبهاتهم منه والله يبديوكوا نتيجة مزرية جدا حتكون نتيجة مزربوه يعني ستكون حاجة شينه جدا اعملوا فحص دي نان عبدا بيحمدوك ما عبدا بيحمدوك الحاجة المهمة جدا أنت الآن قبل أن تتكلم عن قضية الأطفال وفرت لهم بيئة الآن الطفل يمشي المدرسة يلقى تعليم مجان يلقى وجبة مجان في المدرسة ويأكل الطفل الآن هو آمن هل يضمن أن يأكل ثلاثة وجبات هل الطفل الآن أنت وفرت له علاج أنت وفرت له غزة أنت وفرت له بيئة آمنة في المدرسة في الشارع هذا الطفل يجب أن تفرض عليه لماذا؟ لأن طفلك يسقل في المدرسة ويعلمون حرية الجنس هذه هي القضية لن نتحدث عن الواضحة هذا هو الهدف أن طفلك بعد 8-9 سنة هو في المدرسة وشاهدنا ما هذا البرنامج جدامنا يعلمون حرية الجنس لأن هذه حريته وممكن أن يعلمونه بيان بالعمل وممكن أن يشغلونه وممكن لأنهم دارين جيل منبطوا الصلاح عن دين وقيم وإخلاق بيتك ذاتها يعلمونه وهي تصل سين محددة عندما تصل سين محددة يعلمونها كيف تبدأ الممارسة وكذا هذا يبدأ بكذا لكنهم لا يتحدث عن ذلك لا يتحدث عن ذلك من أول مرة يتحدث عن ذلك بالخلاوي والدين يتحدث عنه بجلد الناس والآن أنا علمت أن الآزام ما بعرف هل المعلومة دي حقيقة ولا ما حقيقة في حرب الآن في الإعلام بتوجه كذا ضد التوجه بتاع الدولة كله التوجه السائد بتاع البلد كله ده كله الآن موجود ده جزء من ثقافة البلد وهوية البلد اللي هما شغالين ضده ده بتوجب أنك أنت تطلع تدافع عنه وده بتوجب أنه في غياب مؤسسات تشريعية طبعا هما لأنه مغيبين المؤسسات التشريعية وما دارين يكون في مؤسسات في البلد ودارين هما يجوا نيابة عن الشعب لأنه هما فئة أول حاجة هما ذاته لو عملته الفحص ده بتعديا إيه ذا